اللي بتتكلم عليها مش كده برضو التجميعات جيبتوا أموتها حلو قوي أول موضوع جات فكرة أنا صديقي يعني من الفرقة من صغرنا أنا وداكر عبد الله وداكر كنا يعني بدلعب في النادي لأنه عندنا 13 سنة مع بعض انت عارف خلال بقى 10 سنين من 13 سنة لغاية متلع فريق أول يعني كم اللعيبة فيه اللعيبة بتقعد في النادي وتمشي كل سنة اللعيبة بتقعد وتمشي فيه حوالي مثلا 50-60 لعيب قدرنا نجمع أنا هو صاحب الفكرة ومعنا اللي هو حسن المبلي اللي هو شرطة برضو عادنا بعض طب عايزين نجمع الجيل ده طيب إنت تعرف ليك تواصل مع مني طيب اللي هو شرطة هيعرفي جمعهم خيزا حسن كم الحامل موجود قوي جدا في الموضوع طب إحنا الفترة دي مين كان معنا نكتب الأسامي طب إنت عندك تواصل مع مني أنا عندي تواصل مع من داكر إنت معك تواصل مع من كل واحد الجيل ده جيل 71 موليد وحسبين في النادي الأهل يعني. عادنا للغاية 21 سنة وفي ناس بتكمل تلعب فريق أول وفي ناس ما بتكمل. خلاص بقى كل اللي بيلعب بيروح نادي اللي بيخش مجالات تانية. الفرقة دي اللي صعد فيها أربعة من الفرق الأول. وليت صلاح الدين. هادي خشبة. أحمد أيوب. أحمد عفتاه. نحن الأربعة صعدنا في الأول. في بقى ناس تانية كملت فقادي تانية. زي مثلا أنا خايف أنسة بس ناس كتيرة لأن الناس تزعل. مثلا موفق الباشا لقى في نادي المصري. ياسر رجب لقى في نادي المحلة. مجد البطنة مثلا نايف مجلس الشعب. اللي هو حسن البابلي. سامح دغشن كان لقى في نادي الترسنة. كمال علي مثلا كان في التجارة. ناس كتكل واحد في مجاله مجد. وتامر النحاس ووكيل لعبين. نبيل أجوزيت ووكيل لعبين. وكان برضو كان لعيب. لعيبة وكملوا وبعد كده بقى وكالة لعبين. لعيبة نبيل مثلا لقى في نادي الترسنة. ولقى في المصري. تامر النحاس لقى في نادي الزمالك. ولقى في المصري. فكلنا زبا نجمع. عدد كبير يا كابتون أحمد حوالي. حوالي 40. نجمع بقى ال40 دولة. اللي قدرنا الحمد لله. يعني واحد أو اتنين اعتذروا. من خلالك طبعا واحد توفى. مصطفى عويدة كانت صابة الشرطة. الله يرحمه. من خلالك يعني يفتكروا ذكرى. يعني مصطفى من الناس برضو. كالعيبة كانت المكتهدة جدا. مكالبة الله يرحمه. طبعا بقى المدربين بتوعنا برضو. عادنا نفكر. كل مدرب فترة. كل مدرب مسك سنة. ممكن يرجع تاني. يعني اللي جمع الفرقة دي. كابتن محمود السيس. الله يرحمه. هو أول مدرب مسكنا. جمع المجموعة دي. بعد كده جيه كابتن عبد الرحيم حسن. بعد كده دكتور ماجد. بعد كده كابتن عادل طعيمة. بعد كده كابتن أحمد ماهر. بعد كده دكتور مفتي. كابتن محمدين. بعدين كابتن إبراهيم عبد الصمد. بعدين كابتن عماشا. هذا باش قدر تحفظهم بالترتيج. نفسنا من 12 سنة اللي كملت في الرياضة تحفظهم كلهم. كابتن عادل طعيمة مسكنا مرحلتين. 15 سنة مسكنا في العشرين سنة. كدت فترته عبل إزاي كابتن عادل؟ كابتن عادل ماشي خاصاته صعبة جدا. وكابتن عادل لبيض لا أسود. ما عندوش ألوان. يعني أنا مثلا كنت مهاجم في الفرقة. فترة من الفترات كنت يماشي مميز جدا. وكابتن عادل كان يحبني جدا. جالي فترة ممكن ما يفتكرش طبعا لكابتن عادل عاد عليه أجيال كتير جدا. جالي فترة من فترة جالي إصابات متكررة. كان زعلان جدا جدا وقال لي لا لا ده لازم يميش بره النادي. ده ما ينفعش في النادي. فهو اللي عنده لبيض لا سود. لكن طبعا كابتن عادل تلع على أجيال كبيرة جدا جدا. منهم كابتن حسام وكابتن إبراهيم طبعا. وأجيال كتيرة جدا يعني بانتابه كابتن عادل كان ليه بصمة مع الناس دي. فاليوم ده بصراحة من الأيام الجميلة جدا اللي بتتكرر كل سنة. في وجود كابتن عادل كابتن عبدالصمت كابتن عماشا. ربنا ما يتعلقوا عادة أبدا يا ربنا. من الأيام جميلة جدا بصراحة. كمان النهاية تشوف لقطات من هذا الحفل طبعا كان حفل إفطار عظيم. يعني شايفين كواليسه وبنسمع عن كواليسه. فمهم جدا أن كل جماهير النادي الأهلي أكيد برضو تتابع معنا كواليس من هذا الإفطار.